في رقعة الموت اللبنانية يدفع الشعب ثمن التركيبة الطائفية الحاكمة في البلاد تراه مرميا يتقلب على صفيح أزمات لا متناهية فما إن يتلاشى أحد الطوابير حتى يظهر آخر يقف اللبنانيون اليوم على شفى مجاعة حقيقية يستذكرون أسلافهم قبل مئة عام حينما تنحو ثلث سكان لبنان خلال الحرب العالمية الأولى في سنوات المجاعة إنها حكاية الرغيف العابرة للأجيال إنه السؤال الذي طرحه الأديب اللبنانيه توفيق يوسف عواد يتكرر اليوم مجددا يا ناس لماذا تموتون جوعا قوموا واقتلوا ظالميكم واحموا الرزق الذي يغتصبونه منكم زل يا خيير ربطة ما بتكف فيك عندك عيني طويلة عريضة غير ربطة ما بيعطور ما بتنطور تنزل ثلاث أربع ساعات لا يعطوك ربطة بخبز ساعتين يعني شبه تعمل طوابر الخبز في لبنان تصدرت في الأيام الماضية مواقع التواصل الاجتماعي أزمة معيشية ناتجة عن أزمات سياسية واقتصادية عديدة سواء داخلية أو خارجية مرتبطة بأوكرانيا المورد الأكبر للقمح إلى لبنان لم يعد الحصول على ربطة خبز سهلا بل بات المواطن يقضي ساعات وربما يوما كاملا أمام الأفران بانتظار تأمينها وخلال ذلك الوقت تحولت الأفران إلى حلبات مصارعة فمن تلاسن بشأن أسبقية الحصول على ربطة خبز إلى تشابك بالأيدي وضرب بالعصي والحجارة إلى أن وصل الأمر إلى إطلاق نار مخلفا سقوط عدد من الجرحة من دون أن يتمكنوا حتى من الحصول على رغيف واحد ولم يغب اللاجئ السوري عن هذا المشهد الذي يتم تحميله كوارث البلاد كلها مع مواصلة الاعتداء عليه في لبنان إذن تتحول الدراما إلى واقع البقاء على قيد الحياة يقود إلى القتال فعلا وخوض معركة حقيقية بيد أن المختلف فيها هنا أن الجائزة النهائية هي رغيف خبز ونتيجة فيها إن حصلت المجاعة موت للجميع فالأمور هنا لا تمشي كما تسير في الدراما وهي ليست مجرد لعبة